اهلا وسهلا بحضراتكم. بنستكمل سلسلة حلقات زيوت الطيارة او او بنبدأ النهاردة مع زيت جديد اللي هو زيت جوزة الطيب. بنبدأ الاول بتعريف النبات. جوزة الطيب ده شجرة كبيرة خالص بيطلع ثمرة. جوه الثمرة في جوزة. الجوزة دي بتتأشر. بيطلع منها قلب. هذا القلب اللي احنا بتشوف في قلب الاسواق بتاعتنا. الاسم الانجليزي بتاعها العيلة بتاعتها اسمها المريستيسي. الاسم بتاعها المريستيكا. من راحتها معناها ريحة. معناها ارومة. هي فعلا راحتها قوية جدا. بتستخدم طبعا عندنا في الطاهي. في قيلة وقال حول الحلال والحرام ليها. مش هنتكلم في الموضوع ده ده مواش موضوعنا. احنا خرجنا برا ده خالص. وجبنا الارومة او الريحة بتاعتها. خلاص. فاحنا مش بناكلها. احنا بنحطها كزيت. بنشم ريحته. بنستفاد منه. بندهم بيه. بنستخدمه على الجلد بتاعنا. طب ايه هي الفوايد بتاعتها. الناطمج او الجسط الطيب او الفايدة لها. انها طبعا مقاول لرغبة جنسية بشكل شهير جدا ومعروف في الطب الشعبي جدا جدا. وبيصير حاجة اسمها الليبيدو. ايه هو الليبيدو او الرغبة الجنسية? انا اول ما بشم الريحة بتاعتي او الارومة بتاعت الزيت نفسه. بيوصل او للمخ بتاعي نشط اماكن الرغبة. وبالتالي بتصار الرغبة. طيب استخدمه ازاي? باستخدمه برضو في الفواحات. بحط عشر نقط او بحط نص ملي يعني خمس نقط على كل مية ملي في الفواحة بتاعتي. او بحط الهايدروسول بتاعه. بحطه بنسبة عشرة في المية. وببدأ اشغل الفواحة بتوثير ريحة طيبة جدا. طبعا شيء ظريف ان انا احط ميكس بين اكتر من زيت. يعني احط مسلا مرمرية مع جسط طيب. مية ورد مع جسط طيب. لان رأي برضو ريحة جسط طيب فيها نوع من النوع السبايسي شوية. فاللي بيحب الريحة السبايسي ده تبقى مرغوبة. اللي مش مرغوب ليه ممكن يخففها بالمرمرية او بزيت الورد او بزيت نعناع او بمية الورد او مية النعناع. الحاجات دي كلها بتفيدني كويس قوي. الحاجات التانية انها بتزود او الدورة الدموية. انا لو متعور وعندي اصابة واعاوز الجرح بتاعي يحصل له هيلج او يحصل له سرعة شفاء. فلازم الدورة الدموية تجري هنا. طب اجريها ازاي? اجيب زيت الطيار بتاعي من اشهرها زيت النات ميج. وابدأ احمله على زيت كارير اللي هو زيت سمسم او زيت زاتون. وابدأ اخففه بنسبة نص في المية يعني خمس نقط لكل ميت ميلي. بعد ما عملت الميكس بتاعي اقلبهم كويس. ابدأ اعمل ربء او ابدأ اعمل دهان خفيف خالص على الجرح بتاعي مرتين في اليوم. بشوف نتيجة رائعة في الهيلين كمان بتستخدم كانتي سكاريج او بتشيل العلامات ما بعد الجروح. بقدر استخدمها فيها. وزي ما قلنا برضو بتقوي الزاكرة كويس قوي. بتزود هي كمان فيها ميزة ان هي بتزود او بتزود التخيل. حقيقة زيت ده في الميزة دي بمنفردة عن بقية الزيوت كلها. ان انا لأ عندي مسلا بروجيكت معين واعاوز افكاري توسع اعمل او اخلي دماغي يعمل عصف زهني كويس قوي. احط زيت جوستطيب في الفواحة بتاعتي. وابدأ اعمل جلسة بسيطة خالص وانا قاعد في قلب الغرفة. حلائي دماغي بدأت تجيب افكار جديدة. اراء جديدة. حقيقة دي من مميزاته ومش معروف في الميكانيزم بتاعه ايه? خالص يعني. ولكنه في النهاية هو منتج طبيعي طبي مفيش اي اعراض جانبية له خالص. زي ما تفعلنا مش هندخل في حتة حلال وحرام. احنا مش بناخده. احنا يا اما بنشمه يا اما بنغهنه. انما مش بنشرب. ادي كده حلقة جسط طيب. اتمنى تبقى حلقة مفيدة. وان شاء الله نشوفكو في حلقاتنا جديدة ان شاء الله.